طبعا في ضيفاتي زي ما انتم شايفين لبنى ونس الفنانة لبنى ونس والحقيقة لما بتشوفها بتشوف المشادرية بتعملها ما بتبقاش عارفية بتمثل ولا دي طبيعة من كتر ما هي وقعية عفوية من كتر يعني تشوفها الأم والأخت الخالة العمى الصديقة تشوفها في أدوار كتير تشوفها صغيرة وتشوفها كبيرة يعني تشوفها في مسلسل تقول لا دي يعني ست أم كبيرة تشوفها في مسلسل تاني تلاقيها شابة فتبقاش عارف لبنى ونس واخدك فين لبنى ونس هي ضيفتي في التساعة مساء الخير بناورانه منورك والله أدوار كتيرة قوي بس أنا استغربت البداية كانت مع ضمير قبل حكمة ده حقيقة البداية قوية يعني قبل حكمة احنا بنتكلم على سيدة فتر حمامة يعني كواليسها والأستاذة أنا عام محمد علي طبعا كانت وطبعا ملكة التفاصيل بالزبط بالزبط من المخرجات العظماء اللي قدموا فن الدراما المصري اللي هيخلد التاريخ ويخلد التاريخ حاليا اسمهم كمان بصراحة أكيد البداية القوية دي يعني إزاي حصل توقف بعدها بوسي هو يعني زي ما بيحصل في الحياة كده الحياة اختيارات أيوة يعني أنا بحب شغلي وبحب مهنتي بس بحب بيتي وولادي طبعا فحسيت الموضوع أنا مش أنا أنا كالبنا مش حقدر مش حقدر وفق بين الاتنين بصراحة فاخترت أن أنا بقى أعود في البيت لأرب الولادة وبعد كده ترجعي أما يكبرو أرجعو ده اللي حصل طيب لما رجعتي كلميني على التغير اللي حصل يعني بالنسبة بوسي هو أنا لما رجعت التغير اللي حصل بالنسبة لي أنا أنا ما تغيرتش أنا زي ما أنا يعني نفس المدرسة اللي أنا تعلمت منها نفس المنهج اللي باخده في فإن أنا إزاي أجهز لأي دور أنا ما تغيرتش بس يعني المجال كله الوسط كله تغير 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 مئة وتمانين درجة أيو فهي هنا هنا بقى الصدمة اللي هو أنا حواكب بإيه ولا إيه أه هعمل إيه وأنا برضو أنا بيض وسود أيو يعني أنا بقول على نفسي أن أنا أبيض وسود أيو لأنني أتربيت في الله بيض والسود فما بقيتش عارفة بجد أتعامل إزاي بس بس الفنان القوي ما بهموش يعني أنت عندك بس هي الفكرة في أن في أنك على ما بتبدأي تستقبل المتغيرات دي وتكيفي نفسك عليها لأ بتاخد مجدود ونفسية وصحة طبعا لأن السيست مختلف أيو صحيح السيست مختلف تماما طيب أنت هنبدأ من الآخر مش من أول ما رجعت أوكي يعني من الآخر حاجة شفناها معاكي في رمضان جعفر العمد وكورة الناس منتبهة لكي لأن أنت كنت عاملة دور مهمة هو محور الأحداث هو عصب الحكاية كلها الأم اللي ربت الأم اللي حقيقي بتحب إبنها قدمتيه ببراعة وحسستينا أن الأم اللي بتربي بجد مش اللي بتولد أبدا أسود ده الطبيعي فلن هي الأم هي اللي بتربي أيوة هي اللي بتصهر هي اللي بتاخد بالها هي اللي بتعرف التفاصيل هي اللي بتحمي هي اللي بتحرم نفسها علشان أولادها الدور ده دخلتي إزاي؟ يعني الترشيح جي من المخرج من الأستاذ محمد سامي أه قال لك إيه بقى أنت حتطلعي وتقريباً تلت تربع مشاهدك أنت مع أحمد داش رمضان ورمضان ومجدي وملال شامة زميل مجدي بدر أيوة بصي هو اللي مرشحني وقال لي اللي ابن الدور ده بالنسبالي عصب الرواية عصب الحكاية لأنه هي المشكلة بتاعت جعفر طبع أنه ابنه تخطف فده الأساس وبعدين هي شخصية فاطمة مش بس أم خايفة تفقد ابنها لربته لا هي من البداية زي أي سيدة في المجتمع أو فتاة في المجتمع بس أداءت هي تكون عندها طفل ميش غير كده كمان أنها اطلقت مرتين أيوة يعني عندها حالة نفسية شديدة جداً صح وانت عارفة المجتمع عندنا الشرقي بينظر للمطلقات إزاي وفي نفس الوقت هي مرتين تطلق علشان ما بتخلفش أيوة فييجي مجدي يجيب لها الولد وعايز يقتله فتقرر أنه لا هو بقى قبلة الحياة بالنسبالي بالضبط وتقرر كمان أنها طواف قصاد المجتمع ده كله فإنها شبه مشاعر الأمة هالشاشة أنا دايماً بلقيها صعبة لأنه على قد ما هي تبين أنها ممكن تبقى سهلة بس هي مش سهلة لا هي مش سهلة هي مشاعر صعبة خصوصاً أنت كان مطلوب منك أنك تجسديها لأنه إحنا بنتفرج إحنا للمشاهدين بنتفرج على أمة مش حقيقية بس أنت قدام ابنك أمة حقيقية في التمثيل يعني فأنت كأنك بتلعبي الدورين الأم اللي مش حقيقية والأم الحقيقية بساق بسي هقولك على حاجة لو حنتكلم على فاطمة بالتحديد في جعفر العمدة الشخصية دي يعني المفهود أن الناس تاخد منها موقف وتكرهها الناس ليه ما كرهدش فاطمة لأنهم تعطفوا معها عشان صدقوها صدقوا حبها للولد صدقوا تربيتها صدقوا تمسكها بي وفي نفس الوقت أنا كنت 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 في يعني الملاحظات الكتير اللي كان دايما أستاذ محمد سامي بيقولها لي وأنا كنت مع المذاكرة بأكد عليها فكرة أنه هي هي مش شريرة على فكرة خالص خالص بي طيبة جدا ده من كترة بيتها ما قدرتش وقلبها ما قدرش يستحمل أنها تكتم السر الخلاص والدنيا كلها حاسة أنها قفلت فقلبها تعب فماتت أيوة من كترة يعني لو شريرة على فكرة دائما أبدا الشرير بيكمل بيكمل على فكرة الشرير بيكمل بالضبط بالضبط قلبها تعب طبعا هنرجع نتكمل كلام تاني مع الست اللي أبنا وأنا إزاي قدرت أن هي تشد الانتباه في مسلسل جعفر العمدة وده أكيد مبني على تراكمات في العالم الفني من أدوار كتير هي قدمتها فاصل قصير ونرجع نتكمل كلام رجعنا تاني مع الفنانة لبناء وأنا اسكلميني عن كواليس جعفر العمدة لأنه مسلسل الحقيقة يعني أبرز كل النجوم كل واحد كان بطل في دوره ده حقيقة بس يعني علشان ألخص شهور طويلة يتلخصه في جملتين الكواليس بتاعت كعفر بجد كانت عاملة زي الكتيبة عرفها الخلية كل واحد بيعمل شغله كل واحد عرف بيعمل إيه فده اللي خلق جزء كبير من نجاح المسلسل وكان فيه رب للعمل أستاذ محمد سامي ما كانش فيه حد في اللوكيشن أعلى من حد كله متساوي كل واحد عرف دوره كل واحد عرف بيعمل إيه سواء خلف الكاميرا أو قدام الكاميرا وده وكانت تحسي فيه جو أسرة محمد رمضان كان التعامل معاه ازاي خصوصا مش هيدكوا كلها ألأ وانت خايفة منه مش طيقاء يعني اللي هو هياخد حلم حياتك يعني يعني كالتعامل جوه للستوديو زي ما قلت لك أنا من شوية كلنا مماثلين في العمل مفيش حاجة اسمها نجمو مفيش حاجة اسمها ممثل أقل ده ده طبيعي لنا كلنا على الأقل اللي أنا يعني الأيام اللي أنا حضرتها كتصوير مع محمد أو مع داش أو مع مجدي أنا بقى كان فيه أحساس طبعا مضطربة جدا ما بيني وما بين محمد لإني قلق أنا منه آه مش بكراه بس عايزيه اختفي أيوة عايزيه فجأة مبقاش موجود طبعا لإنه مرعوبة هياخد الولد أيوة فطبعا كانت مشاعر يعني آه يعني ورد ما سلم عليه بنسلم على بعضه وخلصت بأخد بقى صحيح إحساس الشخصي على رغم بقى المشاعر الجيدة جدا بينك وبين داش بالضبط ده ابني في مشاعر يعني إحنا صدقنا أنهو ابنك بس هي الكيميا بيني وبينه بس يعني على فكرة سبحان الله ده كيميا أيوة اتولدت منكم بالضبط اتولدت بنا وإحنا كان فعلا ما كانش عندي أي شك لحظة أنهو مش ابني آه كنت حسب جدا أنه ابني وهو كان نفس الإحساس أيوة يعني هو حتى لما كنا بنسلم على بعض ماما وسيف آه لما كنا نسلم يا زك يا ماما زك يا سيف عمل إيه كده آه إحنا كنا في الحالة وحددينها فمش عايزين نخرج منها بسرعة بتحب يلقب الفنانة أو الممثلة 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 عشان دايما بحس اللي بيعمل أدوار كتير فيها مجهود وفيها تعب ما بيفرقش معاه النجمة أو الفنانة الممثلة آه طبعا لأنه هو هو دي شغلينة أيوة هي دي شغلينة هي دي المهنة على فاكرة التمثيل دي مهنة مهنة وموهبة أيوة يعني موهبة أولا من ربنا سبحانه وتعالى وعن بتبقى مهنة وفيه كتير جدا من النجوم ما احترامي ليهم مش ممثلين ايوة مش بالدرجة التمثيل العليم مش ممثلين خالص ونجوم يعني إيه الأدوار لمحطاتك أنت بالنسبة لك سايبة دايما علامة جواكي قبل الجمهور جعفر بما أننا بدأنا فيه في الآخر تحت الوصاية طبعا الأم البسيطة اللي خلفة على بنتها جدا اللي هي عايزة عايزة تسأل بنتها عايزة تشوفها سعيدة عايزة تتجوز مش رضل جنبها صح قد إيه وقد إيه كمان الشغل من أستاذ محمد شاكر قد إيه مخرج والمسلسل كله حالة حالة رائعة مخرج رائع يعني ولو رجعنا وراء بقى أستاذ أحمد نادر كفر دلهاب روايح طبعا روايح المشهد اللي جاء بتاع الرحلة بتاع الأستاذ حسام علي وفيه بابا المجال أستاذ أحمد خالد موسى يعني أنا ربنا كرمني بمجموعة مخرجين يا ربا ما كنش نسيت حد لإني بحبهم كلهم ليه حصل الجدل عليك في رمضان وقالوا لا هي مش كبيرة كده دي طلعت صغيرة الجدل ده جبني الأستاذ محمد سامي فاجئني زي ما فاجئ الجمهور كله بإنه بدل ما يعمل ميكاب أو يجيب حد تاني يعني اللي هو دوبلاير ليا لا جاب برنامج بيستخدم في هوليوود لإنه يصغرني أنا حقيقة كنت جابوا لي مصور صورني عادي يجي سعلي حوالي صور جزء جزء في وشي مش فعا ما فيه حتى لما سألت قصة محمد سامي قال لي يعني ده عملي لا ده عملي يعني ما تسأليش يعني حتتفاجئ وتفاجئت فعلا يعني برافو عليه أنتي من الناس اللي ما بتهتميش أحط مكياج ما حطش مكياج أطلع طيبة أنتي دايما تطلعي طيبة بس أطلع جمدة متوترة يعني الكاميرا علاقتك بيها المهمة أنا هعمل إيه بسي هو أنا كلوبنا ما بحبش المكياج أصلا يعني كشاف سير أنتي بسيطة أصلا أو ما بحبش المكياج كدور بقى هو دور اللي بيفرد بيفرد لبسه بيفرد لو فيه ميكاب ولا لأ بيفرد لو فيه شعار ولا لأ مش أنا يعني أنا مش عايزة أطلع حلوة أنا عايزة أطلع أنا الدور أيوة يعني أنا الحلوة دا في حياتي أنا في حياتي أحلىوة بقى وحش لكن أنا في الكاركتر اللي بعمله أنا مش لوبنا أنا الدور فما بش عاجز ما أطلع حلوة وتمكيش وأعمل والدور مش عايز كده يعني فيه كتير جدا تبقى خارجة من الحمام فول ميكاب أيوة لولي. ايوه. اذين المصدقية هنا. صحيح. خلي بالك الجمهور واعي جدا. خلاص. الجمهور المصري واعي جدا. وقت ما بدأت ضمير قبل حكمة ما كانش فيه سوشيال ميديا. لا ما كانش فيه. ضعفر العمدة سوشيال ميديا معك 24 ساعة. ده حقيقة. ده حسيتي بالنقلة. طبعا. طبعا حسيت بالنقلة كبيرة جدا. كنت بتتبعي كلام الناس. تعليقاتهم. سوسا كنت محور الأحداث في حاجات كثيرة. بصي انا كنت بتتابع بس مش مش بشكل مستمر بصراحة لاني كن عندي شغل وقتها. وانا للأسف انا برضو متابع مش جاهد. يعني انا ممكن بعد رمضان بعض اتفرج. لكن في رمضان الوقت ببقى دايق قوي. وبنصور وبنصوم ونتصحر. طبعا مجهود كبير جدا. طبعا فهي دوبة كلوقت حقيقي. فبعد رمضان اه بتفرج. كان لكي كمان دور مميز قوي في واحد الغروب. كان صعب. واحد الغروب كان صعب. كانت الله يرحمه يحسن إليه. الزوجة الثالثة لمحمود مسعود الله يرحمه يحسن إليه. هو المثلسل ده كله. فنانة المخرجة العظيمة كاملة بذكري. كاملة بذكري. اه طبعا. متعامل في أجواء سيوى. بالضبط بالضبط. وبطولة الجميل أحمد خالد. خالد النبو. خالد النبو جميل اه. فالدور نفسه كان على قد بسطه. على قد كان يعني اللي هو ايه. جديد برضو. اه طبعا. والملابس والأداء والشكل. بالضبط كان جديد بالنسبة لي. اللكنة. اللبس. الحالة نفسها. انه واحد يمتجاوز ثلاثة والثلاثة عاشين مع بعض. والثلاثة بيحبوه. والثلاثة عادين جنبه. ايه ده. ايه بالضبط. هو فيه ايه يعني. اه مفيش. اه بالضبط. فكانت تجريبة جميلة. قلت ان انتي سبتي فترة تمثير ورجعتي البيت. وان رجعتي تاني. انتي ام حقيقية بقى. اه ده حقيقي. هي الاهم بصراحة. العيلة بتشوفك ازاي. العيلة. بيعلقوا ازاي. عيلتي انا يعني مش اسرتي. اه هما شايفيني. اسرتك او عيلتك. اه هما شايفيني ست مكافحة. اه. ولما بحب بعمل حاجة وبصر عليها بعملها. شايفيني قوية. يعني انا متشكرة. يعني يا رب بجم. نفسك تعملي ايه. ايه الدور اللي انتي حاسة رغم كل الاعمال اللي عملتيها بس انا ممكن اعمل الدور ده. انا نفسي عمل الدور ده. بصي انا حاسة ان ربنا راضاني. وبجده عملت كل الادوار. فاضلي حاجة واحدة بس. ايه. مش عارفة ليه المخرجين مش عايزيني يجربوها. مع ان يعني في سوتس بالعربي. انا عملت جزء منها. اللي هو الشخصية. مش الكوميديا بس اللايت. اه. ما عملتاش خالص. يعني في بداياتي في فنون جميلة. انا. فعايز تعملي كوميدي. مش شرط كوميدي. يعني حتى لو كوميديا الموقف. ايه. عايز اعمل دور اللايت. دور اللايت خفيف. مش دايما تعيطوني وتعذبوني. انا. انا خلاص يعني. خلاص احنا نعتبله مطلب. يعني من التنسيح كده. لبناء وانس. اللي عايزها في رمضان القادم. 24. اه. عايزها عمل بجد. خلاص يعني. دي الحاجة المختلفة. اللي انا بدأت بها حياتي الفنية. يعني انا اول جايزة خدتها في فنون جميلة. قبل ما ادخل معنا. فنون مصرحية سنة 80. خدت ممثلة اولى جامعات. على دور. كان لايت. كان كوميدي. الامنيات تتحقق. ما تقلقش. يا رب اكيد. انا بشكرك لانك نورتيني. وساعدنا بك ممثلة جميلة. اداء. رقي. انفعال. بشكرك جدا. نجاح تتحقيه. ان شاء الله نتقابل السنة الجاية. يكون اللايت وصل للدور. يا رب. ان شاء الله. نورتيني الفنانة لبنونس. اهلا بك في التاسعة. اسلامي. وشاهدينا. والوقت كالعادة. لازم يجري. لانه طول الوقت. بنحاول ان احنا نقدم لكم. قد ما نقدر حاجات تقدر. يعني تمتعكم. غدا ان شاء الله. يوم الجمعة. هيكون مع زمانتي العزيزة هدير. وحتكون معكم بإذن الله في التاسعة. اما انا لقائي بكم بإذن الله. الخميس المقبل. تصبحوا على الفيديو.